موسيقى صباح الخير لكل المشاهدين يوم جديد لبرنامج عالم الصباح اليوم الأربعة عشرين كانون التاني لألفين وستعش بتمنى يبدأ نهاركم بشكل إيجابي وبشكل سليم يا رب إذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي إذا أعطيتني قوة فلا تأخذ عقلي وأذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي وأذا أعطيتني تواضعا فلا تأخذ عزتي وأذا أعطيتني قدرة فلا تأخذ عفوي وأذا أعطيتني نجاحا فلا تأخذ طموحي وأذا أعطيتني صحة فلا تأخذ إيماني وَأَذَا نَسِيتَكَ فَلَا تَنْسَانِي شو حلو؟ كتير حلو في شي كتير مهضوم نبلشنا أنه إياكم بهي الصلاة اليوم نبلش نهرنا بصلاة لأنه الصلاة هي دايما بتكون إيجابية بتعطينا باور عبكرة هيكي وإندفاع تعرف شو بيبلش أحرف أسم خلينا نبلش بالآ الآ اللي بيبلش اسمه بحرف الآ بحب أنه يرسم الضحكة على وجه عنده صعوبة بأن تثق بالناس شاف سليمين أس صباحه شاف أس 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 خيالي صحر خيالي خالد تحب أن تجرب كل ما هو جديد أو بحب اللعب هيتنا نشوف الجاي مميز لحظة المايا مايا 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 ناجحة طبعا 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 سامي خيالي يا سامي مين كمان مصطفى أم أم يعني ناجح يعني كل نفس الأحرف في كل الأحرف الأبجادية بعد شوية بقلكم الأحرف الباقيين أنا على هالموضوع اليوم سألتكم سؤال عبر صباحة الفيسبوك أنتو صغار كان عندكن شي صديق خيالي إذا إيه شو اسمه أو حكيونا عن هالموضوع هيدا لأنه كل إنسان يمكنه صغير أو كل ولد عنده هالإماجيناسون يكون عنده صديق دايما خيالي أو بيحكي معه عشي قبل ما ينام أو بيحس بوجوده دايما أو كان يخبرنا عنه يخبر أهله عنه أنتو أولا تكون خبرونا عن القصة إذا كانت موجودة بحياتكم شيف صباح الخير نحن نور كيفك اليوم؟ ني الحمد لله أنت كيفك قبل زود ماشي الحال؟ ماشي الحال اليوم نحن عنا بقجة شرقية أهم فيها لحمة ورز وقلوبات بتقرمش تقرموش وحطتها على الأونيون سوب الأونيون سوب الأونيون سوب اللي هي اللي نحن نعرفها اللي مع ما بين أبان ما بين أبان هلأ نحن رح نعمل أونيون سوب ع الطريقة الشرقية ونحن نسكبها بطريقة شوي أوريجينال لتبين هيك شوي مميزة يلا بعد شوية بنرجع لك كان عندك صديق وهمة أنت وصغير لا استغربت من صح لا هاي اللي بي مرؤوفيها كل الحمد لله كلهم كانوا أصدقاء حقيقيين كلهم حقيقيين وبعدهم وبعدهم الأغلبية بعدها الحمد لله هاي اللي باشي تاييو لأ لك شاف لكل المشاهدين نحن مستمرين معكم اليوم لغاية الساعة واحدة بتوقيت بيروت فقرات وضيوف كتير خلينا نشوف طبعا نحن وياكم بالبداية أنه فيكم تتواصلوا معنا عبر كل صفحات السوشيال ميديا تويتر إيميل طبعا فيكم كمان تمرقوا عبر صفحة الفيسبوك وسؤال اللي سألتكن يا من شوي ورقم الواتساب 030-10-533 لدينا فيديو لضيوف والفقرات نعم نشوف بحالة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن نتعرف عن نشاط حروف من ذهب مع غسان بسعب كتير الولاد اللي بيعانوا من البوردر لاين مع مايا بولادة بالدنيا واقفة خاصة مع دكتور ألفريد كرم وبروبيوتك بلوس واقفة خاصة ومباشرة من دبي مع فعاليات ونشطات مهرجين دبي للتسوق أجدد الأخبار السينمائية مع غيدا بسنما ورشة ملح مع الشيف سليمان على وصفات جديدة وشهيدة إذن بالبداية نحن وياكم منبدأ دايما مع تحركات الكواكب وعالم الفلك مع كارمن والأبراج صبحكم بالخير اليوم الأربع عشرين كانون التاني يناير يوم الأمر مرفقنا بعده من برش هواقي برش الشوساء الشمس بعد موجودة برش الجدي هيدا آخر نهار لألعب برش الجدي بتمام الساعة خمسة ونص بعد الظهر توقيت بيروت بتنتقل لبرش الدلو كيف رح بيكون نهارنا منبلش مع برش الحمل مولو برش الحمل الأمور إلى تقدم إلى تطور إلى انفراجات كتير حلوة الليلة المساء الأجواء رح بتكون عندك كتير مشجعة وكتير ناشطة بطريقة كتير إيجابية الأكثر حظا بعده ثلاثة أربعة وخمسة نيسان أبريل ننتقل لبرش الثور مولود برش الثور الجو اليوم منه سلبي بالعكس تماما اليوم مولود برش الثور تتسلط عليك الأضواء بسبب أداء تصرف أو بسبب نتيجة كتير حلوة بتقدر تحصل عليها الأكثر حظا موالي شهر أيار مايو بشكل خاص 13-16 أيار مايو منكمل مع برش الشوساء مولود برش الشوساء الأجواء رح بتصير أفضل وأفضل كل ما تقدم هيدا نهار الليلة من بعد الساعة خمسة ونص بعد ظهر بتوقيت بيروت رح بتصير الأجواء بالنسبة لك واعدة ممتازة استثنائية والعالمة بتطلع من السبعة بتصير عشرة على عشرة الأكثر حظا اليوم هني موالي شهر حزيران يونيو طبعا كل موالي برش الشوساء أجواء حلوة كتير اليوم بشكل خاص 8-9 حزيران يونيو منكمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان الجو بعده ضعيف بالنسبة لك ضرورة تكون حذر ضرورة تباعد عن المشاكل من أضعف الأيام وأقلها حظا نوعا ما بصير شوية انفراج ما بعد الساعة خمسة ونص بعد ظهر بتوقيت بيروت الأقل حظا 7-8 وتسعة تموز يوليو فما تجازفه منكمل مع برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد الأجواء نوعا ما اليوم لبقسة بها ماشي حالة لكن بس لما الشمس توصل لبرش الدلو تبلش الأمور تغيم شوي عندك لذلك من هلأ إلى الخمسة ونص أنت فينا نقول في أمان الأجواء حلوة وجيدة وماشي حالة بشكل جيد فلحق حالك قبل ما تبلش تتعرقل الأمور بيظلوا الأوفر حظان مولود 4-10 أب أغسطس ننتقل لبرش العذراء بالنسبة لبرش العذراء اليوم نهار واعد اليوم نهار حلو كل شي والشمس بعده ببرش الجدي مولود برش العذراء مستقوي وحظوظه جيدة وحلوة اليوم صحيح عندك مسؤوليات ما تخاف منها الموعد اللقاء الحدث أنت ناطره أو أنت عم تشتغل لأله أو أنت يمكن اليوم على موعد معه بسبب امتحانات زيارات موعيد اجتماعات أو يمكن مسؤوليات ضرورة أنك تكون أبضاي مسيطر على الأوضاع وخلى أعصابك رائعة 15-18 أيلول سبتمبر بالإضافة 8-9 أيلول الأفضل والأوفر حظا ننتقل لبرش الميزان مولود برش الميزان الحصوص رح بتصير استثنائية رائعة ومهمة جدا ابتداء من الخمسة ونص بعد ظهر بتوقيت بيروت من هلأ لوقتها الجو حلو الجو عم بيساعدك لكن إذا بتكون زكي وشاطر بتلحق أنه تخلي الاتصال المهم بنقل النوعية ليلة بعد الظهر أو لبكرة الأجواء مشجعة جدا عند مولود برش الميزان والأكثر حظا والأنشط رح بيكون مولود شهر أيلول سبتمبر وذلك مساء ننتقل لبرش العقرب مولود برش العقرب ضروري اليوم يكون فيه متابعة حثيثة للأمور متابعة دقيقة للأمور مش كيف ما كان إذا بدك تهم الأمور وتكون مستخف بالأحداث والظروف شو ما كان عمرك معقولة تندم أو تزعل وما تكون رايق معك وما يكونوا الناس راضين عليك الأجواء اليوم متقلبة لكن ما الناس سلبية تابع الأمور بكل هدوء هلأ مش وقف أنه أنت تخترع شي جديد ولو بات أنك اجازف بشكل خاص إذا كنت من موليد واحد لخمسة نوفمبر بعد عن المشاكل والسرعة والمجازفة كليا ننتقل لبرش القوس مولود برش القوس حاول أنه تسمع بشكل دقيق الرأي الآخر يمكن مزعوش يمكن تتفاجأ يمكن تنصدم بالرأي الآخر المخالف لألك لرأيك لكن ما معناتها منعمل مشكل بالعكس تماما منسمع مليح ومننطر ما منعمل ردة فعل قبل ما يصير بكرة بعض الظهر طول بالك كبر عقلك الأكثر تعبا 4-7 ديسمبر نكمل مع برش القوس مولود برش القوس الجو اليوم اللي حقك على البكلي بمعنى أنه وين شغلك كل الوقت عينك على الساعة الوقت مهم جدا يمكن في عندك مسئولية مهمة دفوار منك مخلصه عم تشتغل عليه بعد في وقت لكن ضروري عينك تضل على الساعة تابع أمورك الصحية أيضا حاول تحسن بأوضاعك وما تترك شي لبكرة بعض الظهر الأكثر تعبا 5-7 كنون الثاني يناير ننتقل لا برش الدلو مولود برش الدلو الجو جيد لكن رح بيصير ممتاز من بعد الساعة 5 ونص بعد ظهر توقيت بيروت لذلك أنا محلك فلكيا بخلي قرار اتصال زيارة موعد نقلة نوعية كبيرة بتضحص بتركها بين الخمسة ونص بعض الظهر بتوقيت بيروت لبكرة الظهر بيبقى المولود الأنشط يعني رح يتغير الحظ عنده للأفضل هو مولود شهر كنون الثاني يناير وذلك بعض الظهر أول مساء ننتقل لا برش الحوت مولود برش الحوت نصيحة فلكية خلص شغلك اليوم قبل الخمسة ونص أنت من الأبراج المدعوة أن تعجل وتستعجل بشغلة لكن بطريقة دقيقة من دون ما يكون فيه مشكل يعني إذا في عندك قضية عائلية بشكل خاص عم بتتبع مع أخويتك أو أحبائك ضروري أنك تنتبه له وضروري أنه تكبر عقلك وتجرم تحله ما تنطر للمساء ولا لليومين المقبلين أو لبكرة مثلا بالعكس تماما شهل فيها حكيه حاول أنه تتنازل ندفي لحتى يمشي الحال الأكثر تعبا 27-28 شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هذه سنة مهمة فيها أشغال فيها مسؤوليات فيها يمكن نقلة نوعية مهنية أو حتى اجتماعيا فيك تبين ضروري أنك تكون مؤهل وتحسن مؤهلتك أيار مايو أيلول سبتمبر كانون الثاني يناير هني أفضل أشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي إذا كان اسمك بيبلش بحرف الجي الجي يعني الجي لطيف ومتفهم سي بتكون مجنون أنا طلبوا مني يكملهم الأحرف في عالم ما تعرف اسمها دابليو خيالك واسع تي جذاب إكس لا تخبر الناس بالشيء الذي تقوم به يعني متكتم البي حنون وكريم القل ابتسامتك مجنونة القش محبوب الدي مرح والبي عندك صعوبة بأنه توسق بالناس كمان بعد شفاهم نكفل بقوة بريك قصير وبعد على العود للمتابعة احنا وياكم مع مايا ولادي بالدنيه